اشتركوا في القناة والملك اللي قام من الاموات ادى الرسول يحنى فكرة عن اليوم ده في المستقبل ثم رأيت السماء مفتوحة واذا فرس ابيض والجالس عليه يدعى امينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب وعيناه كلهيب نار وعلى رأسه تيجان كثيرة ويدعى اسمه كلمة الله والاجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزا ابيض ونقيا وله على ثوبه وعلى فخده اسم مكتوب ملك الملوك ورب الارباب ولما الملك يرجع في صوت هيدو من السماء قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه فسيملكوا الى ابد الابد واعداء الملك هيدوبوا قدامه ساعتها الملك هيقيد الشيطان وهيعرف العالم يعني ايه حكم عادل وهتكون اللحظات دي هي اللحظات الاخيرة على الارض ويكون الرب ملكا على كل الارض في ذلك اليوم يكون الرب وحده واسمه وحده في يوم الدينونة هيكون الرب يسوع هو الديان وجلس القديم الايام لباسه ابيض كالثلك وشعر رأسه كالصوف النقي وعرشه لهيب نار وبكراته نار متقدة نهر نار جرى وخرج من قدامه الوف الوف تخدمه وربوات ربوات وقوف قدامه فجلس الدين وفتحت الاسفار الشيطان اللي كان بيضللهم والوحش والنبي الكذاب هيترموا فيه بحيرة النار والكبريت وفي النهاية هيتم صحق رأس الحية للأبد وأما بالنسبة لمواطنين مملكة النور الله يعمل لهم سماء جديدة وأرضا جديدة كل اللي بيحبوا ملكهم ليأتي ملكوتك لتكون مشيئتك لتكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض يا ترى هي دي صلاتك ولا لأه؟ يا ترى سجدت قبل كده لملك المجد ولا لأه؟ هل هو ملك على عرش قلبك وحياتك؟ ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة